إلى متى برأيك سيظل السودان في هذه الحالة سيظل عالقا بين جهود حثيثة لتغليب المصاري التفاوضي وبين حشد رهيب لاستعداد لمعارك قادمة طيب أول حيا شكرا للسادة في غناة الغد ويترحم بدءا عليه كل الشهداء من المدنيين والعسكريين اللي صغطت أرواحهم والمصاعدين خلال الحرب الدائرة من 15 أبريل في حقيقة الأمر أنه طيلة الفترة الماضية زل الموقف التحالف تحالف غير عن الحرية والتغيير يتخذ موقف منادي بإيقاف الحرب ويبزي الجهود مستمرة ودائمة مع الطرفين مع الغايدة العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان وكذلك مع غايد قوات الدعم السرية محمد حمدان دقلو في أنه يوقفوا هذه الحرب ويلتزموا على الأغلب بالهدنة اللي بزلت فيها دول عديدة مجهودات كبيرة الآلية السلاسية بزلت مجهودات دول عديدة من دول الإغليم كانت بتفزي المجهودات مستمرة لهدنة سواء كان لإجلاء المدنيين العالغين في مناطق الحرب وانسواء كان لإجلاء الجاليات اللينبية الموجودة في العاصمة الخرطوم أفتكري أنه خلال الأيام الماضية زي ما أنت ذكرت وذكرت تغرير أنه الحرب فعليا ما في أي طرف قادر يحقق تقدم واضح هذا الأمر يدفع الأطراف الفعليا لقبول الحل التفاوض كان في عملية سياسية ماضية منذ أيام قبل الحرب هذه العملية وضعت الأسس والمبادئ لدمج الدعم السريع داخل الغوات المسلحة وبناجيش وطني واحد كان الخيار الأسلم والمفيد لكل السوداني من أن ينهي هذه الحرب بحلول سلمية سياسية متوافقة حولها بالتفاوض السياسي فأنا أعتقد أنه فعليا نحن في حوج الآن لأنه ندعو جميع الأطراف وندعو المجتمع الدولي والإغليمي وكل جيران السودان وشرقاء السودان خلال الفترة الفاتتة اللي بزلوا مجهودات كبيرة لأنهم يستمروا في حس الغوات المسلحة وفي حس الدعم السريع على إيقاف هذه الحرب هذه الحرب الخاسر منها الوحيد هو السوداني نحن من طابع باستمرار الوضع الإنساني في العاصمة الخرطوم وفي مدن كثيرة عدد كبير من المصابين المستشفيات 80% من المستشفيات في العاصمة الخرطوم خرجت خارج الخدمات تعمل فقط بنسبة 16% اللي بتشتغل بكفاءة الكاملة عدد المستشفيات والمرافق الصحية وكذلك ندر في السلح في أوساطة في البلاد بشكل عام انغطاع طويل للتيار الكهربائي ومشكلة في المياه فالواضح أنه الأفضل للسودانيين أن تعالج هذه المزالة عبر حوار سياسي ونغاش سياسي ما بين الطرفين لا مخرج لهذه الأزمة إلا عبر النغاش وهذا تاريخ السودان نفسه السودان عنده تاريخ طويل مع الحروب والانتهاكات الموجودين اليوم حتى الغايد مالك عقار أو سواء كان دكتور الهادي إدريس أو الطاهر حجر أعضاء مجلس السيادة كانوا في تعريف الغوات المسلحة هم متمردين ضد الغوات المسلحة عقد اتفاق السلام في مدينة جوبا في 2020 اتفاق السلام منح أولاية الغادة وجود داخل مجلس السيادة وجود في الحكومة الانتغالية ونفز العمل أو كتب بروتوكول للترتيبات الأمنية لدمج حركات الكفاحة المسلحة داخل الغوات المسلحة عليه هذا الطريق الواضح والوحيد الذي اتبعته الحكومات السودانية لدينا تاريخ طويل من الاتفاق مع حركات التمرد فعليه الأفضل أن نبدأ في هذا الطريق وهذا المسار اليوم خير من أن نبدأ به في الغد في الغد ستكون مزيد من الضحايا مزيد من المدنيين الغتلة مزيد من تدمير البنية التحتية مزيد من هيار الاقتصادي نحن الآن مقبلين على موسم زراعي مطري يزرع السودان في الصيف مع توقف وشلد دولاب الدولة بشكل كامل ده يعني أنه الموسم الزراعي مهدد تهديد كبير ده يترتب عليه مجاعة 70% لـ 75% من السودانين بيحتمدوا بشكل مباشر على زراع المطرية فأنا أفتكر أنه التهديدات التي تخيط باستمرار الحرب الأفضل لكل السودانين يدعموا خيار وخف الحرب والتياه لطاولة التفاوض اشتركوا في القناة